تأويل صفة الساق لله تعالى بأن معنى ذلك هو الكرب والشدة وهو عين تأويل المعتزلة كما ذكرنا وتجد ذلك في رسائل العدل والتوحيد مجلد الأول صفحة 217 يقولون أن الساق هنا معناها الكرب والشدة ويأتي رجل كالحبشي ينكر صحة الرواية التي ورد فيها لفظ الساق مقرونا بالضمير المضاف إلى الله تعالى يعني ساقه قال وأما الساق فلم يرد مضافا إلى الله عز وجل في حديث صحيح وهذا غير صحيح وهو غلط منه فكيف لا يعول على رواية الساق بالضمير يعني المضاف إلى الله عز وجل وقد رواها البخاري وغيره بأسانيد صحيحة في حديث طويل وفيه فيقولون هل بينكم وبينه آية أي بينكم وبين الله آية تعرفونها فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن البخاري حديث رقم 7439 فإثبات هذه الصفة ليس بأعجب من إثبات اليد لله عز وجل وقد أثبتها الحبشي على الوجه اللائق به سبحانه ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه مطابق لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق وتنكيره يعني يأتي بصفة التنكير يكشف للتفخيم والتعظيم وأما ما يرمى عن ابن عباس من تأويل الساق في الكرب والشدة فبعض هذه الروايات ضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر وبعضها ذات علة واحدة وهي الانقطاع وبعضها لا يشهد لبعض لأنها ذات معاني مختلفة ففي بعضها أنه قال كرب وشدة وفي أخرى أنه قال يكشف الأمر وتبدو الأعمال وفي بعضها أنه قال يكشف عن أمر عظيم وفي أخرى أنه قال يقوم القيامة والساعة لشدتها كل هذه روايات فيها تناقض ولكن نسأل لماذا يحتجون الآن بابن عباس ولم يجدوا ما يحتجون به في تأويل صفة الاستواء وعلو الله عز وجل لم يجدوا عن ابن عباس شيئا يوافق هواهم هل احتجاجهم بقول ابن عباس يعني أنهم متقيدون بالمأثول عن السلف لقد فسرتم الاستواء بالاستلاء والنزول بنزول الملك مع أن الثابت عن السلف خلاف هذا التأويل تماما إن الذي فسر كشف الساق بكشف الكربة لم يفسر الاستواء بالاستلاء ولا اليد بالقدرة ولا النزول بنزول الأمر ثم إنهم يحتجون بالأبيات الشعرية ويتهربون من الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يوافقوا اعتقدهم فيحتجون بما روي عن ابن عباس إنه قال إذا خفي عليكم شيء فابتغوه في الشعر ونسأل كيف نتخطى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحق أن يتبع ألستم تقولون أفضل أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة فما بالكم الآن تجاهلتم ما ثبت من تفسيره كما أثبت البخاري بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث هل بينكم وبينه آية أو آية تعرفونه بها فيقولون الساق فيكشف عن ساقه وفي حديث مسلم ذاك يوم يجعل الولدان شيبة وذلك يوم يكشف عن ساق واتفقوا مع المعتزلة على تأويل صفة الرجل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وقد تناقض الأشاعرة في إعطاء تفسير صحيح لهذه الصفة فقال رجل كالحبشي الرجل هي الجماعة وقد أورد المرتضى الزبيدي لهذه الصفة ثلاثة أولات محتملة لا يدري أيها يرجح فزعم أنه يجوز أن يكون معنا الرجل رجل بعض خلقه أو أن هناك مخلوقا يخلقه الله يوم القيامة يسميه بهذه التسمية رجل أو قدم أو أن يكون معناه جماعة من الناس لكنه بعد ذلك لهذه الحيرة الكبيرة التي خيمت عليه انتهى إلى أن طائفة من أهل الكلام تفضل السكوت والتفويض الحفظ المتقين مجرد ثامنة 341 وهذه التأويلات مطابقة لتأويلات المعتزلة فقد قالوا والمراد بن الساق الشدة شرح الأصول الخمسة للقاضع الجبار المعتزلي صفح 229 وهنا أحجم الحافظ ابن حجر عن هذه التأويلات فقال اختلف في معنى القدم فطريق السلف في هذا أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله فتح الباري مجرد الثامن خمسمية ستة وتسعين وصدق الحافظ فقد تناقضت تأويلات الأشاعرة فيما بينهم شر تناقض فزعموا أن المراد بالقدم قدم جبار معين من المتجبرين في الأرض ويلهم الله النار طلب المزيد إلى حين وضع قدم ذلك الجبار جبار معين من المتجبرين أو بمعنى المتقدم من الكفار أو معنى القدم خلق من خلق الله يخلقه يوم القيامة يسميه قدما وهذا تناقض فكيف يخلق الله عز وجل مخلوقا لم يعمل شر في الدنيا يخلقه يوم القيامة ثم يعذبه الله عز وجل ماذا يريدون بهذه التأويلات المستشنعة المستبعدة التي تشمئز منها النفوس كيف يخلق الله عز وجل مخلوقا يسميه قدما أو يسميه رجلا لم يخلقه في الدنيا ولكن يخلقه يوم القيامة ثم يعذبه يضعه في النار وانظروا إلى تحريف من نوع آخر وهو تحريف صفة الضحك لله عز وجل والضحك صفة كمال حقيقية لله عز وجل ولا علم لنا بكيفيتها ولو كانت صفة نقص لما وصف الله نفسه بها وتأويل هذه الصفة يتفق مع تأويل المعتزلة لها على كل حال الأشاعرة حينما أول صفة الضحك لله عز وجل لم يتفق على تأويل واحد وإنما تناقضوا فيما بينهم فالرازي يؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحكت لضحك ربي أي أن الضحك الحاصل في ذاتي بسبب أن الرب خلق ذلك الضحك انظروا إلى مستشناعات التحريف والتأويل أو أن يحمل الضحك شوفوا الآن الآن يبدأ بإعطاء احتمالات متعدلة لأنه ليس عندهم برهان قاطع من عند الله عز وجل وإنما هي تحريفات بحسب ما تستسيخه عقولهم أو أن يحمل الضحك على حصول الرضا والإذن ثم زعم هذا الرازي أن قوله صلى الله عليه وسلم فيضحك الرب منه قال قد حصل في هذا الغلط في إعراب هذا اللفظ وأن الصواب أنه بضم الياء أي يضحك الله الملائكة قاله في أساس التقديس صفحة 189 يضحك الله الملائكة وهذا ما أوله الخطابي تارة بالرضا وتارة بإضحاك الملائكة انظر للأسماء والصفات محقق مجلد الثاني 216 كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الله يضحك الملائكة وعمدة تأويلاتهم الاحتمالات يحمل على معنى كذا ويحتمل أن يكون كذا ويحمل على معنى كذا فالتأويل عندهم محتمل فهذا البيهقي يعترف بأن المتقدمين من أصحابه أي الأشاعر المتقدمين لم يشتغلوا بتفسير مثل هذه الصفة لأسماء الصفات مجلد الثاني 244 ترجمة نانسي قنقر